تعز بين مغضلة التحرير ولغز الرواتب هكذا تبدو الصورة في المدينة التي تكسر الانكسار في مراحل حساسة من التاريخ اليمني وتعيش بين مطرقة قوى الاشتياح وخضلان رفاق الكفاح ملامح الناس في هذه المدينة حملت تباشر التحرير الذي حدث في مواقع مهمة وحيوية في قلب المدينة قبل أيام لكن تلك الملامح لا تخلو من كآبة وعود الحكومة في انتظار الرواتب مجمل المشهد السياسي والإنساني الذي تعيش محافظة تعز تعز يحضر في الراتب كعنوان عريض لتفاصيل يوميات المأساة التعزية بينما تشهد المدينة صخطا واسعا للضغط على الحكومة الشرعية للوفاء بالالتزامات والوعود المتكررة الوضع الإنساني في تعز هو الآخر تضاعف بعد التفشي الكوليرا الذي أصبح ضمن الأوبئة التي تعاني منها المحافظة وفق التقارير الصحية والسجل للحالات المدونة قلة دخول المساعدات الإنسانية وانقطاع الراتب والمهاترات الحزبية التي تبرز بين فترة وأخرى تضع المحافظة على مثلث لا يسر الناظرين بيانات موظف تعز كمشجب قديم لتعثر صرف الرواتب لم تعد كذلك في ظل حديث مصادر عن أن البيانات اصبحت جاهزة ومصححة منذ أشهر في عدن لا ينقص تعز الذرائع المتعلقة بصرف الرواتب ربما تقترب من ذات الذرائع المتعلقة بالحسم والتحرير التي بدأت بالمطالبة بمغادرة أسماء لقيادات بعينها حتى يتم ذلك التحرير ومضت الأشهر منذ ذلك الوقت ولكن لم يحدث شيء ذرائع اعدام المرتبات من بينها عدم توفر سيولة نقدية على الرغم من وصول طبعة جديدة من العملة النقدية قدرت بنحو 200 مليار ريال يمني تلاها دفعة جديدة بحجم أبلغ السابق بحسب مصادر اقتصادية وجهات رسمية